في حاجة بقى تانية محترمة برضو جدا وهي حاجة جديدة ومهمة تم الاعلان عن تفاصيلها مبارح تحديدا وهي اقامة رولان جراس في مصر كاكيان منتكلم رياضي متكامل لرياضة التنس الهدف من ده اقامة بطولات رياضية الدولية واعداد جيل مصري منافس في لعبة التنس حنفهم اكتر بس نشوف التقرير ده ونرجع نكامل مصر كدولة هامة ونمو بتشهد الاقتصاد لنمو في السوق المصري كبير وهذا بيك ساوند في المنطقة كل اياتها فشفنا اننا نكون ان شاء الله المشروع افضل موقع يكون في مصر والحمد لله تسرت لهم وكان في اهتمام هنا وصبورت كتير من الحكومة من الدولة فمشيت الامور بيقول الحمد لله كان الاختيار الصحيح الموافق ده بيمثل حاجة كبيرة جدا لان رولانجا روس من اكبر الهيئات الرياضية في اوروبا بتمثل في فرنسا العمود الاساسي بتاع لعبة التنس وتقام فيه اكبر بطولة في العالم جران سلام رولانجا روس فاحنا المشاركة بتاعتهم وجودهم هنا في مصر هيبقى اضافة كبيرة النهاردة المشروع بيمثل 25 ملعب تنس زائد ملعب رئيسي بيتسع ل7000 متفرج وملعبين رئيسيين تانين صغيرين كل واحد فيهم 3500 فده اضافة كبيرة النهاردة اي ملعب تنس بضيفه ده بيديني فرصة ان انا اضرب عدد اكبر من اللاعبين الناشئيين عندي في مصر ف25 ملعب بنتكلم ان انا ممكن اضيف فيها الفين تلات تلاف لاعب تاني بكون بضربهم في هذه الملعب اختيار مصر لانشاء هذا المشروع رولان جاروس من قبل رولان جاروس بفرنسا بشكل الاول تطوير الرياضة وتطوير رياضة التنس وان التطوير يبتد من ان احنا نصدر اللعبة تخرج لخارج الحدود الفرنسية وشايف ان مصر من مكان واعد لاستضافة هذا النادي ويقام عليها مشروع زي ده من حيث المناخ والاستعدادات وانه يكون فرصة كويسة قوي لمصر لانشاء جيل من الرياضيين والمدربين في رياضة التنس بشكل احترافي يشارك في بطولات دولية ومحلية بشكل احترافي وبشكل مشرف لمصر اختيار مصر نتيجة ان عندها قدرات كبيرة من الرياضين من مدربين والعيبة وانه ده يأثر بشكل كبير على مستوى مصر في المشاركة في البطولات الدولية والتدريب من هما اللعب على اراضي رملية تقدر تخرج ابطال وتقدر تخرج جيل جديد يقدر يلعب على مستوى عالي رياضة التنس عالميا ومحلية وما اللعب من المنزلة تقوم بديو تنس عالميا ومحلية من خرافي وما بالطفح conferences جعبت قبل ومن800 بطولات الت后 عام matt م許شكة في واقع في الدنيا كلها فهو يبقى ليه وجهة نظر طبعا ان الحكاية في اولها لازم ما يقدرش يصرح هو او يقدر يقول ان احنا هيبقى عندنا اساسيات معينة في الحكاية كلها الا لما يبقى فيه واقع احنا نلمسه بقديرنا الا لما نشوف الهرم بتاعنا نشوف الماتشاط بتتلعب تحت الهرم نشوف اللي بيعملوا المسؤولين في رولانجروس في فرنسا وفي العالم كله بيعملوا على الشكل الحضاري اللي مجوز في مصر الوقت ده تبقى حاجة زي رولانجروس موجودة عظيم ان انظر لعالم كلها هو يقصد كده ان يعني انتوا واحدة واحدة علينا يعني ان احنا بإذن الله حناعمل حاجة محترمة جدا بصراحة حاجة لازم تفرح اي شخص مصري لان الفكرة في ايه اوكي رولانجروس دي زي ما حضراتكم عارفين هي بطولة بتقام في باريس تحديدا كل سنة ومن اكبر البطولات يعني الدولية في التانس فدي حاجة عالمية وبيشارك فيها يعني ابطال من جميع انحاء العالم امتى بدأت 1891 تحديدا فعلى كل حال لما تيجي جيب اسمه بطولة عالمية زي ما كابتن شريف عبد المنم على فتر كان بيتكلم قالك انت جاي دلوقتي وحتفتتح فرع هنا والناس هتلعب وحبتدي تستثمر في هذا المجال تحديدا لعبة التانس وانت عندك على فكرة ابطال يعني مصريين كتير جدا برضو اسمقهم في هذه الرياضة مش قليلة فانت كده بتشتغل بشكل عالمي فعلا لان خلي بالك مطشات زي كده لما هتتلاعب او بطولات زي كده لما هتتلاعب وعندك كمان في اماكن سياحية فانت بتعمل إن دايريكت ماركتينج للسياحة بتاعتها فهو ده اللي احنا كنا منتكلم عنه فترة طويلة احنا هايزين نركز على ده فبنية تحتية جديدة ومتطورة واستثمار في الرياضة وكمان منتكلم في التانس تحديدا فيعني لأ احنا كده حاجة بجد مشرفة خطواتنا الحمد لله مش في مجال واحد في جميع المجالات يعني مبشرة جدا 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 فلا انا مبسوطة جدا واكيد كلنا لازم نكون نفخرين بحاجة زي كده كابتن شريف عبد المنعم ختم كلامه بانه هي حاجة محترمة هو هي بالفعل حاجة محترمة واكيد مجدش من الفراغ يعني اكيد ده طبعا بعد ما العالم كله كان يعني بيراقب مصر وقدرتها على حسن تنظيم الكثير من الفعاليات الرياضية في رياضات مختلفة وعلى مستوى عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة احنا اللي ابتدعنا نظام الفقاعة ايوه واتخذت عننا في كتير من البطولات التانية فخلاص العالم كله بقى عنده ثقة ونظرته لمصر وقدرتها على التنظيم اكيد اختلفت كتير جدا بعدها هنقول السانتين بس اللي فاتوا وخلي بير حضراتكم مصر نجحة تنظيم الفعاليات الدولية دي فعز الوقت اللي كل الدول حتى العظمة منها كانت يعني ايه بتتهرب بالمعنى الحرفي من تنظيم بتأجل ما كانوش قادرين احنا قدرنا وعرفنا وده اللي خلى في الاخر هيئات وكيانات يعني تاريخية زي رولانجا روس يعني زي برضو ما اسمعنا في التقرير قالك مصر هي الأنسب خلت يبالك من كلمة مصر هي المكان الأنسب للتنظيم فطبعا حاجة عظيمة جدا مصر الفترة الأخيرة الحقيقة رياضيا ابتدت تروح في سكة تانية خالص وعلى مستوى عالي جدا فشيء مشرف لنا كميعا كمصريين